إنه تحالف المحتلين لا يمكن إلا أن يولد شرعانة لكل ما أجمع العالم على تجريمه فقد لا يكون لديهما حرج من شرعانة تجارة المخدرات بعد أن اتفقا على استباحة الأرض والأرواح الأول في فلسطين المحتلة والثاني في الصحراء الغربية المحتلة أما والتطبيع فقد بلغ أعلى مستوياتها فكان لابد للكيان أن يستفيد من سموم المخزن ويكون أول المستثمرين في قناطير الحشيش التي ينتجها أكبر مصدر للقنب الهندي في العالم وفق التقرير العالمي حول المخدرات لعام 2022 الذي نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شهر جوان الفارط تعددت المسميات والذلائع وبعضها ألبس رداء قبيا ليتم الإعلان عن مؤتمر هو الأكبر يعتزم المخزن عقده قبل نهاية العام حول القنب الهندية بمشاركة الصهاينة الذين يحضرون بدورهم لافتتاح أكبر مصنع لهذه السموم في المملكة تقارير إعلامية محلية أفادت بأن مؤتمر القنب الهندية الذي ستحتضنه مدينة طنجة بين السادس عشر والثامن عشر نوفمبر القادم سيشهد مشاركة الكيان الصهيوني باعتباره يملك خبرة في التقانيات المتعلقة بزراعة الحشيشة وباعتبار المجال يوفر موارد مالية ضخمة تسيل لعاب الشركات الصهيونية ويسهل على الأياد التخريبية تجسيد مشاريعها في زعزعة استقرار وأمن المنطقة برمتها خبراء وأمنيون ومحللون سياسيون وحتى منظمات مغربية تحذر من خطورة التحالف المخزنية الصهيونية في مجال إنتاج الحشيش وتداعياته الخطيرة فمنذ دخول تقنين زراعة القنب الهندي حيز التنفيذ مطلع 2022 منحت الحكومة المخزنية 195 تصريحا لاستغلال القنب أغلبها منحت لشركات صهيونية ومسؤولين صهيين سابقين أدخل المملكة في مرحلة خطيرة من إغراق المنطقة بالمخدرات التي يتوقع المخزن أن تصل عائداته منها 42 مليار دولار مطلع 2028